اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخلال اللقاء اكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يشهده التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية شقيقة من تطور ونمو مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عهل المملكة العربية السعودية شقيقة حفظهم الله وأشهد معاليه بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية شقيقة حفظهم الله للدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما وأشار معالي الوزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الدور الهام الذي يطلع به مجلس التنسيق السعودي البحرني في مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين والأخذ بها نحو أفاق أوسع بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في كل البلدين الشقيقين منوها بمضامين الاجتماع الثالث للمجلس وما تمخض عنه من إعلان توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين والتي ستسهم في توطيد التعاون الثنائي وشراك الاستراتيجية للوصول لمستويات متقدمة في التكامل في مختلف المجالات وخلال الاجتماع أطلع الفريق الحكومي غرفة تجارة وصناعة البحرين على تفاصيل المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني وهي كالتالي أولا افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسها في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي ثانيا اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين ثالثا إدراج المنشآت السعودية الراغبة منتجاتها في برنامج تكامل البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية رابعا معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خامسا الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين على أن يتم تشغيله في الربع الثاني من عام 2024 سادسا الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية سابعا إنشاء البرد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية لاتخصصات الصحية ثامنا إطلاق برنامج برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية تاسعا إطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التولدي كما استعرض الفريق الحكومي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقعها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مجالات الطاقة والاقتصاد والمالية والأسواق المالية والقانونية والثقافة والتعليم والتنمية الإدارية والصحة والإذاعة والأخبار والتلفزيون من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يقيم برئاسة أولياء عهود البلدين الشقيقين وما أثمر عنها من مخرجات مميزة ستعمل على تعزيز مسارات التكامل المشترك بين البلدين وأكد أن القطاع التجاري والصناعي يرحب بنتائج اجتماع المجلس التنسيقي السعودي البحريني لما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق زيادة الانفتاح الاقتصادي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية منويان إلى أن افتتاح مكتب للاستثمارات البحرينية السعودية يشكل نقطة تحول في مجالات الاستثمارات بين البلدين وتطبيق استراتيجية استثمارية قادرة على الوصول لأهداف المنشودة والمحققة لروية وتطلعات حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولفت ناس إلى أن قرارات المجلس التنسيقي تسرع وطيرة الانتعاش الاقتصادي لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكل البلدين الشقيقين وضمان فعليتها وتأثيرها واندماجها مع الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر